مرحبا تحياتي للجميع لقب بفولتير القرن العشرين ويعتبر أحد أعظم فلاسفة العصر الحديث وصاحب عقل جبار وشخصية محيرة فهو مثلا الأرستقراطي والفيلسوف وعالم الرياضيات وكذلك هو الديمقراطي والاشتراك معا ودعية السلام والرافد للدين وصاحب دعوات التحرر الجنسي والمشاكس الأكبر للسلطة والمواجه له والذي حكم عليه بالسجن عدة مرات إلى آخره كذلك هو أيضا صاحب تلك الخبرة الحياتية الكبيرة والتي امتدت على مدار ما يقرب من قرن كامل أتحدث هنا عن الفيلسوف البريطاني الكبير بيرتراند راسل راسل المولود في سنة 1872 والمتوفى في عام 1970 لاحظوا ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتوفي أيضا في النصف الثاني من القرن العشرين يعني الرجل عاش تقريبا لحوالي قرن كامل من الزمن وطبعا شهد خلال هذه الفترة كم هائل من الأحداث والمتغيرات وعلى كل المستويات وفي واقع الأمر يعني لم يكن راسل شاهدا عاديا على العصر بل كان بالفعل من أبرز الفلاسفة والمفكرين حضورا وتفاعلا مع أحداث عصره وزمنه كما كان راسل جريئا وواضحا في التعبير عن مواقفه الحادة أحيانا والصادمة في أحيان أخرى لكل ما كان يعتبر سائدا وبمناسبة الحديث عن حياة راسل المديدة هذه يعني لكم أن تتخيلوا كم المتغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها هذه المئة سنة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين ولربما هي الفترة الأخصب في التاريخ البشري سواء بمتغيراتها السلبية أو من خلال تطوراتها الإيجابية وبالتالي عصر راسل في حياته يعني تطورات ووقائع وإنجازات متسارعة غير مسبوقة بكل ما حملت من مآسي مثلا وكوارث من جهة وتقدم وتطور من جهة أخرى فمثلا يعني هذا من باب العلم بالشيء لا أكثر لأننا واقعا لو أردنا أن نعدد مثلا ما عصره وما عيشه راسل من أحداث لا ربما احتجنا إلى أيام لا بل إلى شهور فمثلا يكفي أن نقول أن راسل كان شاهدا على اندثار إمبراطوريات كبرى وعلى نشوء أخرى وكان شاهدا على تغير كبير وستراتيجي وجذري ولعدة مرات في الخارطة السياسية للعالم عصر راسل مثلا أكبر حربين في التاريخ الإنساني طبعا الحرب العالمية الأولى والثانية وعاصر اندلاع يعني مئات الثورات الكبرى وتحت شعارات مختلفة وشاهد على تشكل قوى وأحلاف وضمور أخرى وكان شاهدا على تفشي مثلا ظاهرة الاستعمار من الدول القوية على الدول الطعيفة أو الفقيرة وأيضا شاهد على تنامي ظاهرة الحركات الشمولية كمثل النازية والفاشية والسالينية إلى آخرين أيضا شاهد التوسع للنظام الاشتراكي وتأسيس أو قيام أول دولة عمادية اشتراكية في التاريخ وعني طبعا الاتحاد السوفيتي السابق ومن ثم على تأسيس الحلف الاشتراكي الذي عرف آنذاك بحلف وارسو وفي نفس الوقت كان يناظر ويعاين تنامي قوة الرأسمالية وقيام الليبرالية وتحول الولايات المتحدة الأمريكية مثلا إلى قوة عظمى وبالمقابل انطفاء وهج بريطانيا كإمبراطورية قيل يوما أن الشمس لا تغيب عن ربوعها أو عن ربوع مستعمراتها في جهات العالم الأربع أيضا يعني لكم أن تتخيلوا أن راسل يعني في شبابه مثلا كان يستعمل الجياد أو الخيول أو الأحصنة أو المركبات التي تجرغها الخيول كوسيلة نقل أساسية ومن ثم في فترة لاحقة طبعا استعمل السيارة والتاكسي والطائرة وبعدها قطارات الأنفاق وكان شاهدا على اختراع مثلا مركبات الفضاء ونزول أول إنسان على سطح القمر أيضا راسل كان شاهدا على تطور العلم الحديث وعلى ظهور واكتشاف الكثير من النظريات العلمية الثورية كمثل أنه يعني ناظرة مرحلة اكتشاف النظرية النسبية لأينشتاين وعاصرة مرحلة ظهور وتطور فيزياء الكم وطبعا شاهد الكثير من الاختراعات الجبارة فشاهد اختراع الكهرباء وكل ذلك التطور التقني والتكنولوجي المهول وطبعا شاهد على كل الاختراعات التي ظهرت تباعا والتي ربما كان هو شخصيا لا يصدق في شبابه مثلا أنها قد توجد في يوم من الأيام طيب مجيئة أخرى لنقول أن راسل أيضا عاش في ظل النظام الزراعي الالتصادي القديم وطبعا كان في قلب الثورة الصناعية وعاصرة وشاهدة انتشار النظامين الاشتراكي والرأسمالي طيب في نفس السياق يعني هل لنا نتخيل كم الشخصيات الكبرى التي عاصرها راسل وفي كل المجالات يعني فقط إذا عددت بضعة أسماء فقط بضعة أسماء لضيق الوقت طبعا وفقط من المجال الفكري فسنرى أن راسل عاصر أسماء من الوزن الثقيل ربما لا تتيح الحياة لشخص آخر أو لإنسان آخر أن يعاصر هذه القامات الكبيرة جدا في حياة واحدة يعني تخيلوا فقط أن راسل كان حيا يرزق عندما كان كارل ماركس وأنجليز على قيد الحياة تخيلوا الأمر عندما كان كارل ماركس حيا كان راسل حيا يرزق تخيلوا أنه يعني تشارك نفس الهواء في إنجلترا مع معاصره العالم الكبير تشارلز داروين أيضا عاصر أسماء ضخمة كبيرة جدا كمثل فيكتور هوغوك دوسيوفسكي طولستوي سيجمون فرويد إيميل دوركايم كافكا نيتشي أيضا لحقا جون ستيوارت ميل وطمان هايديجر باكونين ويليام جيمس بالمذهب البراجماتي ويعني عشرات الأسماء الأخرى الكثيرة جدا يعني قادرين أن نستوعب أن هذا الرجل يعني ننقل الأمر بهذه البساطة أن هذا الرجل عاصر ماركس وداروين من جهة ومايكل جاكسون مثلا من جهة أخرى طبعا أمر مذهل بكل المقاييس على العموم ولكي لا نسف في هذه الجزئية وبالعودة للموضوع الأساسي فرسل كما قلت يعني لم يكن مجرد شاهد عادي على العصر أو كان مثلا فقط كمثل مرآة عكست الواقع بل كان فاعلا ومنفاعلا في أغلب أحداث وأزمات عصره خاصة فيما خص قضايا السلام العالمي ونبذ الحروب ومناهضة صباقات التسلح وهذا هو الأمر الذي أريد أن أصلت الضوء عليه في هذه الحلقة دخول رسل هذا المعترك بدأ على إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى طبعا في العقد الثاني من القرن العشرين ونقطة التحول بدأت مع ظهور رسل من التحول المفاجئ للناس المسالمين الذين تحولوا إلى متحمسين للحرب ولعمليات الإبادة ومثلا لذبح الألمان دون رحمة فهذا السقوط المريع كما رأى رسل لكل القيم الإنسانية دفع به لترك قاعات المحاضرات والخروج إلى الفضاء العمومي والالتحام بقضايا الشارع والواقع فبعيد اندلاع الحرب وطبعا أمام هول الكارثة بدأ رسل أولا بالكتابة داعيا إلى وقف الحرب والاحتكام إلى صوت العقل يعني على أحد ينصد في هذا العالم المجنون لصوت الضمير ويعمل مثلا على وقف هذه المذبحة وهذه المهلكة التي حولت وبزمن قياسي جزء كبير من أوروبا إلى أرض خراب تنعق فيها الغربان وتفوح منها رائحة الموت والخراب لكن لما لم تلقى دعواته هذه آذانا صاغية طبعا انتقل إلى تكتيك آخر ففوجئت الناس بهذا الفيلسوف صاحب الأصل النبيل والسمعة الحسنة والمحترمة في جامعة كامبرج فوجئت به وهو يعقد الندوات والمؤتمرات الشعبية ويدعو من خلالها إلى وقف الحرب وإلى تحييد بريطانيا لبل بدأ بعد ذلك بتحريض الشباب على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية وبالجبهات وطبعا على إثر هذه الدعوات قدم رسل للمحاكمة بتهمة تحقير قرارات صاحبة الجلالة المالكة ونظرا طبعا لقيمته العلمية والفكرية آنذاك يعني اكتفت المحكمة لنقل بأن حكمت عليه بغرامة مالية كبرى طبعا رسل رفض دفع هذه الغرامة وأعلن من مثل العصيان المدني لكن قام بعد ذلك بعض من أصدقائه ببيع مكتبته ودفع الغرامة طبعا خوفا عليه من تداعيات الامتناء والعصيان لكن رسل ظل ثابتا على مواقفه لبل إن أردتم زاد من وطيرة نشاطاته المناهضة للحرب هنا بدأت الصحف الحكومية بشن حملات تشهيرية بحقه وطبعا بدأت هذه الحملات تأتي بثمارها فكان أن ترد مثلا من الجامعة وجرد من كل ألقابه العلمية وحتى الملكية وحتى يعني أن بعض من المقربين منه من أصدقاء وأفراد عائلة مثلا انقالبوا عليه على أثر كل هذه الأحداث تم اعتقال راسل مرة أخرى وحكم وهذه المرة سجن لستة أشهر كاملة طيب بعد خروجي من السجن استأنف نشاطه الأول وبعدها أيضا وبحوالي السنة قدم مجددا للمحاكمة وسجن هذه المرة أيضا لأربعة شهور ونصف وهذه المرة عندما خرج من السجن كانت الحرب يعني تضع أوزارها طبعا بدأ بعد نهاية الحرب راسل بنشاط منظم من أجل أن تكون يعني كما كان يأمل هذه الحرب هي الحرب الكبرى الأخيرة لكن طبعا اندلعت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية وعند اندلع هذه الحرب يعني كان راسل يعمل محاضرا في جامعة نيويورك في أمريكا هنا سارحت السلطات الأمريكية لفرض قيود على حركة راسل الذي كان قد بدأ برفع الصوت عاليا ومع ذلك لنقول ورغم هذه القيود يعني لم يعدم راسل وسيلة من شأنها مثلا التعبير عن رفضه القاطع للحرب وعن موقفه المبدئي منها طبعا بعد انتهاء الحرب منح راسل كما نعلم جائزة نوبل للأداب في عام 1950 كما يعني منح عدة جوائز أخرى تقديرا لجهوده في الدعوة إلى السلام العالم طبعا المحطات بعد ذلك في حياة راسل ونضالح من أجل السلام ومن أجل نزع السلاح النووي مثلا طبعا كثيرة جدا وبالفعل يعني لا يتسع الوقت للحديث ولو عن جزء بسيط منها لكن يعني إن مررنا على بعضها وبشكل سريع وموجز فمثلا وجه راسل عبر راديو بي بي سي في عام 1954 من مثل نداء لكل الإنسانية لكي تتحد في وجه كل سباقات التسلح التي كانت يعني حامية الوطيس آنذاك ما بين المعسكرين الشرقي والغربي أو المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي بعد ذلك كتب بيان يعني وقع عليه أبرز رجال الفكر والعلم في حينه ومنهم مثلا أينشتاين طبعا دعا فيه إلى اعتماد الحوار وإلى اعتماد الحلول السلمية طبعا كوسيلة أولى لفضل كل المشكلات والنزاعات الدولية أيضا لنقول أنه كان لرأسل موقف فعلا مشرف فيما خاصة الاعتداء الثلاثي الذي تعرضت له مصر تعرضت له مصر طبعا في خمسينيات القرن المنصر أيضا أسس لجنة هدفها العمل على مناهضة مشاريع التسلح والعمل أيضا على إقناع الدول بالتخلي عن أسلحة الدمار الشابل ودعا إلى اجتماعات هذه اللجنة يعني كثير من علماء ومفكري المعسكرين يعني من أمريكا ومن الاتحاد السوفيتي وطبعا كان رأسل رئيسا لهذه اللجنة ولنقول أنه بالفعل نجحت يعني ولو لمرة واحدة في دفع المعسكرين السوفيتي والأمريكي للموافقة على معاهدة حظر التجارب النووية في الخمسينات ومن ثم دعا أيضا رسل إلى تشكيل حكومة عالمية يعني تكون مهمتها الإشراف على تحقيق السلام في العالم كما دعا إلى إنهاء الاستعمار وإعطاء الدول والشعوب يعني الحق في تقرير مصيرها ونصل إلى العام 1957 في هذا العام وعلى إثر توتر كبير بين الجبارين آنذاك السوفيتي والأمريكي ومن تشر في الأجواء من رياح تنذر بحرب كونية يعني قد تنزلق في مكان ما إلى حرب نووية كبرى طبعا رأى فيه رسل من مثل نذير شؤم وربما تكون بداية النهاية للحضارة البشرية هنا سارع رسل بإرسال كتاب مفتوح طبعا على هيئة مقال نشره في إحدى الصحف واحتج فيه على السياسات الرعناء لكل الدولتين وتوجه فيه بالحديث يعني بشكل مباشر وشخصي للرئيسين السوفيتي آنذاك طبعا خروتشوف وللرئيس الأمريكي آيزنهاور الملفت في الأمر أن خروتشوف وفي اليوم التالي لظهور هذا المقال بادر بإرسال يعني كتاب أو رسالة شخصية إلى رسل طبعا يشرح فيها موقف بلاده من الأزمة وكذلك فعل آيزنهاور بعد أن تريث بداية لكن عندما خشية من خسارة الرأي العام العالمي بعد رد خروتشوف قام بالرد على رسل أيضا برسالة شخصية وأيضا شرع فيها يعني موقف الحكومة الأمريكية طبعا لعلها أول مرة في التاريخ يعني لعلها أول مرة يجبر فيها مثلا موقف لفيلسوف أو مفكر رئيسي أو رؤساء دول عظمى للوقوف على رأيه مثلا لبل لتبرير مواقفهم إزائه بعد ذلك وفي فترة لاحقة سيقيم رسل يعني ما يشبه المحاكمة العلنية للولايات المتحدة الأمريكية على إثر حرب فيتنام وجرائمها بحق الشعب الفيتنامي وطبعا هذه المحاكمة يعني أخذت ضجة كبرى في حينه ولنقول أن رسل خلال كل هذه الفترة لم يتخلى عن سلاح التظاهر والاعتصام لا بل إن أردتم يعني كان مبدعا فيهما كما حاله في عالم الفكر فمثلا ابتكر نوع جديد من التظاهر يقوم على شبك الناس أيديهم ببعض لتشكيل سلسلة طويلة يعني تستطيع أن تمتد بين عدة مدن في وقت واحد وطبعا كان الهدف منها تشجيع الناس على النزول والمشاركة أيضا ابتكر رسل أسلوب الاعتصام جلوسا في الطرقات وبالمناسبة يعني في إحدى هذه المرات وكان قد تجاوز التسعين من عمره وكان يجلس يعني معتصما في وسط الطريق للاعتراض على سباق التسلح وكان من حوله تلامثة الجامعات هنا هاجمت الشرطة الإنجليزية رسل ومن معه لا بل داسته الخيول خيول الشرطة الإنجليزية ومن ثم اعتقل وزج به في السجن مع طلبة طلبة الجامعات ولربما كان أكبر زميل لرسل في السجن يعني ربما كان في عمر أحفاده طيب أخيرا يعني من المهم القول أيضا أن رسل يعني لم يكن قديسا ولم يدعي هو حتى هذا الأمر وفي الواقع فللرجل أخطاء كبرى لا بل خطايا إن أردتم وهفوات كثيرة في حياته الشخصية يعني لا طليق باسمه الكبير طبعا له أيضا معايب كثيرة يمكن يعني أن نتحدث عنها للصبح كما يقال لكن هذا في جانب أما في موضوع السلام ومنهضة الحروب ونصرة الشعوب المستعمرة والضعيفة لا فللرجل مواقف مشرفة ودفع ثمن هذه المواقف من سمعته وماله وحريته وأمور كثيرة فواقعا رسل في هذه القضية بالتحديد يعني ملأ العالم صراخا وضججا وقاد المظاهرات وضعرض للشتم والضرب والاعتقال والسجن أكثر من مرة وربما أفضل ختام لهذه الحلقة يتمثل في كلمات رسل بالتحديد وبتحديد أكثر يعني فقرة أنهى بها رسل ذلك الكتاب الذي ضمنه سيرة حياته يقول فيها ومعها أختم إن الشعور الداخلي بالفشل قد يكون أمرا تافها بالنسبة للعالم الخارجي ولكنه جعل حياة نفسية حربا مستمرة لقد بدأت حياتي بإيمان شبه ديني في عالم أفلاطوني خالد يقترم فيه علم المنطق الرياضي بفن الجمال ولكنني أختم حياتي باكتشاف أن العالم تافه وأن المنطق الرياضي هو مجرد فن قول نفس الأشياء بطريقة أبهى بدأت حياتي معتقضا أن الحب الحر الشجاع يمكنه أن يغزو العالم دون حرب وانتهيت إلى خوض حرب لا نهاية لها ولكن تحت وطأت كل هذا الشعور بالفشل الذي أشعر به إلا أنني بالمقابل أشعر بشيء آخر أجد فيه مذاق الانتصار لعلني استوعبت الحقيقة النظرية خطأ ولكنني لم أكن مخطئا أبدا في الاعتقاد بأن ثمت شيء اسمه الحقيقة وأنها تستحق الانتماء لها ربما أخطأت في تصوري أن هناك طريقا إلى عالم حر وأنسى سعيد أقصر مما وجد ولكنني لم أكن مخطئا أبدا في اعتقاد أن إقامة مثل هذا العالم أمر ممكن وأن العمل من أجل تحقيقه يستحق كل هذا العناء وهذا هو اليقين الوحيد الذي لم يحتز لدي أبدا وشكرا وإلى اللقاء